بمبادرة من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بإقليم مولى يعقوب وفي سياق تعميم اللغة الأمازيغية التي تعد من إحدى مقومات ودعائم الهوية الوطنية تم بمدينة فاس تقديم عدد من الأنشطة والعروض الفنية المتنوعة بالمهرجان الختامي للنهوض باللغة الأمازيغية وذلك تحت شعار تنشيط الحياة المدرسية مدخل أساسي للارتقاء باللغة الأمازيغية من طبيعة الحال هدف سياق تعميم الثقافة اللغة الأمازيغية هي تراث وهوية وطنية يجب الحفاظ عليها ومن حسن الصدف على أن هذا المهرجان الأول لمديرية مولى يعقوب تزامن مع ترصيم السنة الأمازيغية ويروم المهرجان استكشاف التراث الوطني اللغوي والفني الغني والمتنوع وتسليط الضوء على الإرث الثقافي المغربي المتعدد الروافد وتعزيز الوعي بأهمية الثقافة الأمازيغية باعتبارها إحدى المكونات الهوياتية الوطنية والترويج لقيم التسامح والتعايش هذا المهرجان فيه بزف ديال الوارشات أول الوارشات مشينا لمجموعة من المؤسسات ما فيهاش للغة الأمازيغية يعني غير محتضين للغة الأمازيغية حاولنا ندير عملية تحسيسية نقربوا التلميذ من الحرف من حرف تفيناغ يعني باش يعرفوا وقد تم خلال هذه التظاهرة تقديم عدد من الإبداعات الثقافية والفنية للمتعلمات والمتعلمين والأستاذات والأساتذة وأنشيد تتغنى بالقيم التربوية المشتركة فضلا عن عرض مسرحي وكذا أبطل فريق الروبوتيك للثانوية الإعدادية والحائز مؤخرا على المرتبة الثانية في المسابقة الدولية والتي أقيمت بمدينة هيوستون بالولاية المتحدة الأمريكية